محسين موسيقى 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 صلى الله عليك يا سيدي ويا مولا يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين المتهدين صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى بضعتك الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين صلى الله عليك وعلى ولديك الحسن والحسين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم عمنا من لجأ إليكم سادتي عليتنا كنا معكم فنفوزا فوزا عظيما الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفيني والقائلين لفاطم آديتنا في طول نوح دائم وحنين والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنيني والقائدين إمامهم بنجاده الله أكبر هو القاعد دائما هو المقدم دائما في المعارك هو الذي كان يقود وعذا به مكتف مقود شلون الدهر والقائدين إمامهم بنجاده والطهر تدعو خلفهم برنيني خلوا بن عمي أو لأكشف للدعاسي وأشكو للإله شجوني ما كان ناقة فالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني ورنات إلى القبر الشريف بمقلتين عبرى وقلب مكمد محزوني أبتا يا رسول الله أبتا هذا السامري وعجله وعجله يا حامل جار بك الصار للزهرة ما تحميها تبشي وتشكي شتاويها وبواجيها للزهرة ما تحميها يحامل جار بك الصار سيفك شل تحدوده يوفرات يا كرار يوم القوم جولكم وجوا بابكم بالنار والزهرة تدافعهم ما تنغار يا واليه بيده تدافعهم خوفوا روح راحات عنهم لا ودت بالباب طرحت محسن الصحة تعالي لي فض تريد بس وحدة اعتبارية لبست الحزن يا الباب يا الباب لبست الحزن طول الدهار يا الباب يا الباب دهيل وما بقي لي فكر يا الباب يا الباب أنش دكوان محسن صقار يا الباب يا الباب يا عياب يوم العصرة والزهرة الزجياء يا عيام العصرة والزهرة يا عيام يا عيام يا عيام يا عيام لكن ما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قل على محمد وآل محمد السلام عليك يا ابنة رسول الله السلام عليك يا ابنة خديجة السلام عليك يا أم الأئمة الميامين ورحمة الله وبركاته يا فاطمة يا قرة عين الرسول يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توسلنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يداي حاجاتنا يا وجيهتان اشفعي لنا عند الله يا وجيهتان عند الله اشفعي لنا عند الله أسأل الله أسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا أن نكون من شفعائها في يوم القيامة من خصائصها أنها الشفيعة وأنها المغيثة التي التي تغيث شيعتها في الدنيا وتخلصهم من الأهوال وتخلصهم من أهوال يوم القيامة في قصة تعبر عن حالة منزلة الزهراء سلام الله عليها وأهمية العلاقة والتوسل بها صلوات الله عليها حدثت هذه القصة خبرني أحد العلماء عن أحد المؤمنين في المنطقة الشرقية أنه أحد المؤمنين في يوم من الأيام كان مسافرا في الطريق إلى طريق الطائف وفي الطريق تدحرجت السيارة تدهورت فتقلبت ثم نزلت إلى الوادي وكان فيها شاب فأصيب بالإغماء أو أصيب بحالة الغيبوبة راح في غيبوبة أخذ إلى المستشفى في أيام طويلة وبقى في حالة الغيبوبة لمدة ثلاثة أشهر بعد ثلاثة أشهر أفاق هذا الرجل فسؤل ما الذي حدث خلال هذه الثلاثة أشهر أنت بلاحراك في أي عالم كنت ما رأيت ما هو القصة ما حدث ما حدث أنا تلك اللحظة بعد التي تدهورت السيارة لا أدري ما حدث ما حدث ولكن منذ تلك اللحظة أنا أخت أخت إلى ملائكة العذاب الملائكة العذاب قيدوني بالسلاسل والأغلال وهم يجرونني بها جماعة يجروني بالسلاسل ومجموعة يقرعوني بالصياط ويمشي طوال هذه الثلاثة أشهر هذه المدة وما يدري الثلاثة أشهر أو كيف طوال هذه المدة هم هكذا يصنعون ثلاثة أشهر في حالة التعديب الملائكة التجر أنا أستضرب طيب ما هو القصة يقول بعد هذه المدة طويلة وأنا في حال الحالة من العذاب وإذا فجأة يظهر للملائكة امرأة نورانية ومعها رجل نوراني وآخر ثاني معها فلما رأى الملائكة هؤلاء الثلاثة توقفوا عن الضرب والسحب فأشار لهم الرجل النوراني فتوقفوا ثم تكلموا معي وقالوا لي يا فلان هل تريد أن تكون معنا تأتي معنا أو ترجع إلى دار الدنيا فقلت أريد أن أرجع إلى دار الدنيا ففتحت عيني طبعا قبل ما فتحت عيني كانت عندي مجموعة من الأوراق الكثيرة جدا ولكن الملائكة كبسوها فصارت كورقة واحدة فشنو هذا الموضوع شنو القصة قال أمر المرأة فهي عرفت بعد ذلك أنها مولاتي فاطمة سلام الله عليها ورسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين فقال شنو القضية قال أنا رجل ما كنت ملتزم يعني مؤمن ولكني كنت على غير الجادة عندي كثير من الأعمال الطالحة ويبدو أن هذا العذاب هو جزاء على تلك الأعمال التي قمت بها وأما هذه الأوراق فهي عبارة عن الأعمال ولكنها كأنما لم تقبل فهكذا أصبحت أوراق كأنما صارت ورقة واحدة لي كنت غير ملتزم كنت يعني فاسق على بالتعبير ولكن فقط واحدة مسألة كانت عندي امتياز واحد وهو أني حبي لفاطمة سلام الله ودفاعي عنها فهذا هو الذي نجاني من هذا الهول العظيم هذا موقف حدث بالنسبة إلى رجل في عالم الدنيا وما أكثر المواقف التي وقع فيها أناس من المؤمنين في مواقف الصعبة مو المواقف العادي المواقف الصعبة من أمثال هذه المواقف عادة مولاتي فاطمة سلام الله عليها هي التي عندما يكون الإنسان خصوصا له علاقة بالزهراء ويستشفع بالزهراء ويتوسل بالزهراء فإن الزهراء لا تقصر في حقه ولكن بشرط أن يكون على يقين بإطمئنان ما لا يتردد لا يكون في قلبه شك أما إذا كان في قلبه تردد در أو شك فلا ينفعه ذلك كيف لا والأئمة الأطهار صلى الله عليه هم كانوا يستشفعون ويتوسلون بأمهم الزهراء عندما يصابون بأبسط الأشياء كما روي عن الإمام الباقر صلى الله عليه عند في أحد المرات أصيب بالحمى الشديدة السخونة فأخذ يناذي يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة هنا العلام المجلسي يعلق على هذه رواية ويقول هذا لعله من باب الاستشفاع والاستشفاء بسيدتي ومولاتي فاطمة سلام الله عليها يعني ذكرها في مثل هذه المواقف هي الشفاعة تكون وشفاء لحالة الإنسان هذا أهل البيت هذا عمل أهل البيت سلام الله عليهم وأهل البيت بالنسبة لنا قدوة وأسوة يعني في أشد الحالات بل في أبسط الحالات هم يتوسلون بأمهم الزهراء أما ولكن هناك أفق آخر رأي آخر يقوله المحدث القمي رحمة الله عليه الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه في بيت الأحزان يقول تعليقا على هذه الرواية يقول لعل نداء الإيمان من هذه الجهة أن كما أن الحم تؤثر في هذا الجسم اللطيف وتسبب الألم والوجع كذلك الحزن الحزن على فاطمة فإنه يألم القلب يألم يألم القلب ولذا فهم محزونون كئيبون مغمومون على حزنهم لفاطمة سلام الله عليهم فكما هو يتوجع جسميا بسبب الحم هم أشد من ذلك وجعا حزنهم على فاطمة سلام الله عليها ولذلك يقول بعد ذلك وهذا الحالة الهم والغم التي يعيشونها سلام عليهم السلام هي أشد من حد الشفار وحرقة الجمرة في قلوبهم عبارة الشيخ المحدث القلب كحد الشفار أو أشد من حد الشفار وأحر من الجمر في قلوبهم يعني الألم والحزن من الظلم الذي وقع على فاطمة سلام الله عليها وهذا الأئمة الأئمة موقفهم مواقف كثير علاقتهم بأمهم الزهراء ليس علاقة يعني فقط عاطفية محظة كما كررناها في مجالس أخرى ولكنهم باعتبارهم أنهم علماء ولهم مقامات ربانية كما كان يعقوب عنده معرفة بنبي الله يوسف عنده معرفة يفهم يعرف مقام هذا الإنسان ولذلك هو يكون لكن لو كان عنده ولد غير يوسف وغاب بهذه الطريقة يصير عنده منح الحزن الشديد بهذه الطريقة حتى تبيض عيناه من الحزن فهو كظيم لا يكون نفس المستوى ولكن المقام يفرض على المعرف تفرض على الإنسان شدة من الحزن ولذلك شنو يخلي إمامنا إمام العصر والزمان يبكي ليل النهار ولأبكي أن عليك صباحا ومساء ولأبكي أن عليك بدل الدموع دماء حتى أموت بغصة الاكترام ولوعة المصار هذه معرفة المعرفة حجة الله يعني النبي يقول حجابها حجاب الله من انتهك بيتها فهو انتهك حجابي وانتهك حجاب الله يعني هذه أشرف من الكعبة أعظم من الكعبة عندما يختحم بيتها وينتهك حرمتها أشد انتهاكا من الكعبة هذا حجاب الله هذا ما قام معرفة ولذلك السكوني عندما يدخل على الإمام الصادق صلى الله عليه عليه شاء مهم مغموم التفت للإمام قال لي ما يهمك ما يغمك قال ولدت لي جارية ابن ابن قال ما سميت قال قبل أن يقول ما سميت قال له على الله يعني على الله رزقها وعلى الأرض ثقلها وتعيش في غير أجلك وتأكل من غير نزقك لماذا أنت مهم لماذا تعظم هناك هذه العقلية القديمة الجاهلية كانت موجودة عندهم يعيدون البنات وتسربت للأسف إلى بعض المجتمعات حيث أنهم كانوا يحتقرون المرأة ولعل آثارها لا تزال في نفوس البعض ها ما أنجبت لك أم العيال يقول والله بيت شك شك بعض يشك شك بنت ويستهضم يستهضم الحال هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى نعمة عظيمة يجب أنسان أن يشكر الله على هذه النعمة العظيمة على كل حال رحمة من الله أما الولد فهو نعمة والنعمة يحاسب عليها الإنسان أما البنت فهي رحمة سببها تكون رحمة للإنسان رحمة إلى الأب للأهل ولكن تقدير للأسف موجود وخصوصا في بعض المجتمعات العربية أقولها بصراحة في مجتمعات الأخرى لا يحترمون المرأة ولكن في مجتمعات العشائر العربية لا تزال بعض الآثار موجودة لا تزال إلى حد حتى عند بعض المؤمنين قلوا هون شاء جابوا لك بيت هكذا يعني باستهضام على كل حال فقال ما اسميتها قال فاطمة لما سمع كلمة فاطمة الإمام تكارب صارت تغيرت حالته وقف قال فاطمة 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 آه 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 شنو اللي خليك يا جعفر بن محمد شنو اللي خليك تقول آه 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 ثلاثا قال ثم قال أما أمك سميتها فاطمة فلا تضربها ولا تشتمها ولا تلعنها وأخذها بكلمة يا ابن رسول الله شنو قال لقالك فاطمة شنو اللي يخليك تقول آه 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 هاي الكلام اللي قلنا نقلنا عن المحدث القمة أنه عندما يسمعون بفاطمة يعني يشعرون بتلك الجمرة ذلك الألم اللي في قلوبهم واللي أحرق قلوبهم لا يزال جمرة في قلوبهم تشتعل قد ما يسمعون بذكر فاطمة سلام الله مساعد هذه الجمرة شيطة فيها من قلوب أهل البيت صلوات الله عليكم السلام صلى على محمد وعلى محمد بشار المكاري بشار المكاري أيام كان الإمام الصادق سلام الله عليه في الكوفة وأقذ الإمام جاء بالإمام عدة مرات الإمام الصادق سلام الله عليه جاء عنوة جاءوا به عنوة من المدينة إلى الحيرة في ذلك الوقت لعله سنتين ثلاث عدة مرات يأتون بالإمام سلام الله عليه ما يجيبه في الكوفة هو في المدينة الإمام الصادق لكن أجبر على المدينة عدة مرات حتى مكث والإمام الصادق سلام الله عليه في تلك الأيام هو الذي أسس هذه زيارة عاشوراء والإمام الباكر والإمام الصادق أسسوا زيارة عاشوراء وبدأوا يزورون أمير المؤمنين سلام الله لما كان الإمام في الحيرة كان يأتي إلى النجف الأشرف ويزور أمير المؤمنين بزيارة أمين الله ويزور زيارة عاشوراء وهو الذي تعلم منها الأصحاب أصحاب الله تعلموا من الإمام وكانوا يزورون مع الإمام للأسف هناك بعض الجهال وبعض مثير التشكيك يقولون هذه زاعة عاشرة ما لها أصاس مع أن الإمام بنفسه كان يزور بها عدة مرات عدة مرات من النجف الأشرف على كل حال نعود إلى الموضوع هذا بشار المكان ينقل يقول بخلت على سيدي ومولاي الإمام الصادق سلام الله عليه وكان بين يديه رطب زبرجل يأكل منه فقال لي تفضل لكني كنت مهموم مغموم فامتنعت من الطعام هنأك الله يا ابن رسول الله قال تعالى تفضل وأكل وصول الضياف أهل البيت سلام الله عليهم قبل أن يحدثون أولا يضيفون الضيف على كل حال فقال شنو الموضوع قال هام رأيته في الطريق مشكلة رأيتها في الطريق قال الآن تفضل ثم بعد ذلك يقول أنا اقتربت وأكلت من هاي الرطب ثم قال هات شنو عندك تحدث يقول بينما أنا أمشي في الطريق رأيته جلوازا يعني شرطي الذي يذهب ويأتي جلوازا قد أخذ أمرأة يضربها على رأسها يضربها على رأسها وهي تستغيث بالله وبرسوله فلا يغيثها أحد فقال شنو الليل شنو مصاوية وأخذت إلى الحبس قال ما حدث شنو الليل مصاوية قال قال الناس أنها وقعت وعثرت على الأرض وقعت على الأرض وقالت لعن الله ظالمك يا فاطمة بس ما سمع الإمام تكارب برد ما تحمل سمع أنه أخذت هذه المرأة للحبس ولأنه ذكرت فاطمة سلام الله عليها بهذا السبب ولعن الظالمين لها الإمام وقف ما تستعد ما تحمل بعد قال قم بنا إلى مسجد السهلة فذهب الإمام سلام الله عليه إلى مسجد السهلة قل رحته إياه وبعث واحد إلى بيت السلطان إلى عند القصر أنه يأخذ الخبر ويأتي بالخبر عند مسجد السهلة يقول دخلنا إلى المسجد وصلى الإمام ركعتين أنا صليته يا ركعتين ثم رفع يديه إلى السماء ودموعه تتقاطر على خديه وهو يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى ثم سجد سجده طبعا الرواية تقول أنه لما سمع الإمام ذكر هذه المرأة وذكر فاطمة بدأت الدموع تبلل منديله ولحيته 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 وصدره لأنه سمع ذكر فاطمة سلام الله عليه شوف وصل إلى صدره الدموع فسجد الإمام سجده ثم أخذ يتوسل وأنا أنتظر ما أسمع منه إلا النفس ما هي إلا لحظات وقال قم بنا فقد أطلقت المرأة أد أطلق سراحها يقول إحنا عمشينا ويا الإمام في الطريق وإذا بذلك الشخص الذي وجهنا يأتي ويخبر فعلا أنه المرأة أطلق سراحة ما الذي حدث قال ما أدري ولكن الحاجب يجي وسأل شنو شنو سويت أنت شنو قلتي قالت هكذا أنا وقعت فلعنت ظالمي الزهرة وأعطاها مئتي درهم من السلطان وقال أجعلي في حل لكن هي أبت أن تأخذ المبلغ وثم راح يستعدن السلطان مرة أخرى قال تذهب إلى بيتها خالها تذهب إلى بيتها وهي بحاجة إلى هذه المئتي درهم ولكنها أبت أن تأخذ لما سمع الإمام ذلك هنبك تأثر ثم أرسل يقول إحنا هم أرسلنا الإمام إلى بيتها أما أخرج سبعة دنانير وقال اعطوا لهذه المرأة وسلموا عليها جاءوا إلى بيتها طرقوا الباب وقال وإحنا مبعوثين من الإمام الصادق صلى الله عليه والإمام يسلم عليك ما سمعت هذه الكلمة شوف الأهل المعرفة أهل الولاء شوفوا يمن عندما يسمع الإمام السلام من الإمام يعني هذا عظيم أن الإمام هو الذي يسلم هذا مقام عظيم شوفوا هذه المرأة يقول بس ما سمعت أن الإمام سلم عليها وإذا بها تقول هذا صحيح ذلك ووقعت مغشيا عليها عليكم السلام ثم انتظرناها تقول شكت جيبها ووقعت مغشيا عليها ثم انتظرناها إلى أن أفاقت قالت أعيدوا ما قاء ما قلتم قالوا الإمام يسلم عليك فمرة أخرى فعلت أيضا ثم وقعت مغشيا عليها ومرة ثالثة أيضا وقعت مغشيا عليها ونحن ننتظر فقالت فأخرجنا نحن المبلغ وعطيناه وأنه هذا من الإمام والإمام يسلم فبكت وتأثرت وقالت سلموا على الإمام وقولوا له يستوهب أمته من الله سبحانه وتعالى هاي معلم معلم فلاحظوا أنه الأم علاقتهم مع فاطمة سلام الله عليها أنه في قضية مصيبتها في قضية ظلمها جمرة تستعر في قلوبهم لا يهدؤون أبدا ما يهدؤون إلى أن يأتي صاحب الثار يأخذ بثأر أمه فاطمة سلام الله ما يهدأ له بار ما عنده يأتي واحد آخر الإمام والإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه ينقل هذه الرواية عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول ويقول أنه هتك باب فاطمة هتك باب فاطمة هتك والله حجاب ثم قال الإمام بل هتك حجاب الله هتك حجاب الله هتك حجاب الله ثم أخذ يبكي جمر هذه ما تهدأ في قلوب أهل البيت صلوات الله عليه وهي الجمر إلا الآن نرى ها هي قليلة في قلوبنا وعندما نسمع بدكر فاطمة سلام الله عليه نتأثر فكيف بمولانا صاحب العصر والزمان الذي لا تهدأ له رن ولا ترقى له عبر على جدته الزهراء سلام الله عليها كلما نظر هذا في هذا الزمان أما في زمن رسول الله قبل أن يقع المصاب على فاطمة كلما نظر رسول الله إلى فاطمة بكى وتأثار وكأني بك وقد دخل ذو بيتك فلا تغاف فلا يغيتك أحد وأنت المستضعف بعدي ويل لما ظلمك أمير المؤمن المؤمنين لما لا تخضب قال نحن في عزاء عزاء على من قال نحن في عزاء على رسول الله وعلى فاطمة يعني أمير المؤمنين لا يستطيع أن ينسى فاطمة هذا أمير المؤمنين لا ينسى لأنه رأى بأم عيني ما جرى على الزهراء لكنه مأمور بالصاب في أحد المرات قال أن أمير المؤمن جالس مع جماعة كل واحد كان يعدد ما هي المصائب أشد المصائب التي تقع على الرجل كل واحد بدأ يعدد مصائب ثم قال وكان ينكد في الأرض بعود في الأرض في التراب فقال له أنت يا علي ماذا تقول قال أما أنا أقول أصاب على الرجل أن تضرب حليلته أمام وهو لا يستطيع أن يرد عنها والإمام والإمام مقيد مقيد بالوصية وكان أيضا مغلل بالأصفاد عندما أخذ إلى المسجد ومصيبته وسيداه وفاتمة جاءت لتخلص أمير المؤمن رأوا أنه هذا يفسد عليهم ما أرادوه فقال اللعين لغلام ارجع إليها واضرب ها بالصوت فرجع إليها وقنع ها بالصوت رحم الله من هذا وفاطمة وسيدتا تاليها الشجان وزاد أم وزيد الغم تاليها الشجان وزاد أم وزيد الغم يوم الصحة الزرى خلوا عنب عم صاح الرجس يقوم فعد إلك بالصوت رد رد روح وروح ويتنادي لفرع واشتك لله بكل اللي علي سادي يا خلوا الكرار لت يتمون ولادي تصرخ والعصى ولا تتلوى على يديها من ضرب العصى ماذا الحال لها واذا الحال لما ماتت بغصتها يا وعلي ولا يفيد الوال غسل علي بيدا وشفا ودفا هبلال هذا أمير المؤمنين غسل فاطم أما أبا عبد الله الحسين كانت زينب تنظر إليه بلا غسل ولا كفن إذا كان أمير المؤمنين قد نظر إلى الزهراء وهي تضرب بالصياط علامة نهاء وكان إلى جانبها أما زينب جلست عند الحسين والحسين جفة بالأراز والقافلة تريد أن تمشي إلى الكوفة فجاءوا لها بالصياط علامة نهاء وهي تنادي يا أخي أبا عبد الله لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل لاخترت المقام ولو أكلت السباح ولكن عذرا أبا عبد الله فهذه صياط شمر وزجر على متني خو يا لدقو لما عند جمع ويا لدقو لضايات الأخو أنا أنا ما خودت يا حسين قو شوف الشمر بي السو سطع سطع لم توني تلو أحم الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسر بوادي يا الله اللهم بفاطمة وبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصارهم وعوانهم والمستشهدين تحت رايتهم اجعل فرجنا مع فرجهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا جماعة الحاضين أحفظهم فردا فردا ومن يلود من أقضي حواعجهم أدي ديونهم شافي مرضاهم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب إلهي بالمضطر بن آل محمد أجيب المضطر يا الله وشافي جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات وبالخصوص المرضى المنظورين اللهم شافهم وعافهم استاعت يا الله أرحم شهداء الإسلام ومن حضر مومات من حضر مجلسنا وجميع موتاكم جميعا والمؤسسين رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات بحسين طبيعا من وقاع محسين أخوك يبعت بتي الدايا همسحك تعلية جمر همسحك تعلية جمر وأظن مثل أمك بشفك أثر للنار وأظن مثل أمك بشفك أثر للنار أنا آسف ما أريدي الذكرياتي تعيد أنا آسف ما أريدي الذكرياتي تعيد